جرت مساء أمس بدار المرأة الشادية فعالية ختام الحملة التوعوية التي نظمتها الجمعية الخيرية للتنمية الثقافية والاجتماعية بالتعاون مع اتحاد الناتقات بالعربية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة لرعاية الأمم والطفولة اليونسيف حول موضوع أثر الزواج المبكر على صحة البنات المناسبة كانت بحضور وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف حسن جد عمر من الحالات إلى العديد من المشاكل الصحية كما تترتب عليه أحيانا آثار سلبية أخرى منها خرمان الفتاة من حقها الطبيعي بالعمل وتحقيق الأحلام وفق ما تريد إلى جانب التعليم الذي يعد حقا أساسيا للفرد وبهدف توعية المواطنين حول التصدي لهذه الظاهرة عبر سلسلة نشاطات تمثلت في محاضرات وحملات توعية حملت الكثير من الإرشادات والتوجيهات حول موضوع أثر الزواج المبكر على صحة البنات وتعليمهن حملة استمرت قرابة تسعة أيام شملت بعض المؤسسات التعليمية هنا بالعاصمة أنجمينة وضواحيه وكذا عدد من مراكز محو الأمية وبعض مربعات الدائرة الخامسة جاءت بادرة تنظيمها من قبل الجمعية الخيرية للتنمية الثقافية والاجتماعية بالتعاون مع اتحاد النساء الشاديات الناطقات باللغة العربية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للأممة والطفولة اليونسيف عبارات شكر وعرفان شهدها حفل اختتام فعاليات هذه الحملة من قبل رئيسة اللجنة المنظمة زمزم موسى محمد من ثم ثردت رئيسة القطاع النسوي بالجمعية الأستاذ سمية مسار حسين حصيلة الحملة وبدأت محزين الحملة في بعض مربعات الدائرة الخامسة ومؤسسات التعليمية ومراكز أجم المنين فقد دائرة الخامسة قمنا نتربع السكان في مضاقع وحد من التعليم المناطق وكانت المشتريات في الأحياء تقريباً مئة إثناء الثقانين وفي مراكز مغل الكمية وخاصة في خلوة كنفوفة بكوملية تطريفاً بشترينة وخمسة مستخدداً وفي المؤسسات التعليمية وخاصة من مجل الصناع والسوسائلية حوالي ألف وخمسين مستخدداً وختمنا تلك الجودة أو أجمعات الدائرة الخامسة بإيجابة المنين فيصل وكليلية الإداءة والإمتصال والاستفادة فينا حوالي 250 طائرة ينبقي أن نشير إلى أنه يجب على الآباء تهديد أحداث وخطط ورسم استراتيجيات لمعالجة حقوق الأطفال الذين هم الجيل المستقبلي لأي بلد كان ذلك من أجل المواقف والممارسات الثقافية خاصة في السلبية منها ضد الفتيات والأهم من ذلك النظر في الوسائل التي تكفل للنساء المتزوجات مواصلة تعليمهن احتفل اليوم المسنين بيوم العالمي الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام وذلك في مناسبة جرت بدار المرأة التشهدية ترأس المدير العام النائب لشؤون الاجتماعية إسماعيل أدم ممثلاً للوزيرات تقرير الحسين النور يوسف يعد العول من شهر أكتوبر لكل عام اليوم العالمي لكبار السن وذلك بعد أن أقرته منظمة الأمم المتحدة في الرابع عشر من ديسمبر لعام 1099 ومنذ ذلك اليوم يحتفى به تحفيزاً وعرفاناً لما قدموه المسنين من خبرات وسقافات للمجتمع حول هذا أحيت وزارة المرأة والتضامن الوطني بالبلاد اليوم العالمي لكبار السن وذلك لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة من المجتمع بدأ حفل اليوم العالمي للمسنين هذا العام بمصرحية تجسد أن ضرورة التمسك بالأعراف والتقاليد من ناهيته ممثل وزيرة الصحة العامة بهذا الحفل الدكتور محمد حامد أحمد قال إن لكبار السن مكان خاصاً في الحيكل الصحي وذلك تطبيقاً للسياسة الأمة المتقزة بشعن كبار السن من ناهيته رائع الحفل ممثل وزيرة المرأة المدير العام النائب للإدارة العامة للشيون الاجتماعية إسماعيل آدم حامد أكد خلال خطابه بأن المسنين لهم مكان خاصاً في الوسط الاجتماعي لذا يجب الاحتمام بهم وتوفير البيئة الملائمة لهم وذلك لأنهم قدموا كل ما يملكونه للمجتمع فإن مثل هذا اليوم العالمي لكبار السن يتذكر فيه المسنين الأيام التي خلت وما أقبها من تغيرات سقافية واجتماعية في الوسط المحيط الذي يعيشون فيه